جماعة نتاع اليوتيوب جماعة نتاع فيسبوك نحاول هو أن ندير مداخلة نتحدث على ثلاث نقاط النقطة الأولى اللي تتعلق بالصحراء الغربية والنقطة الثانية اللي تتعلق بواحد الفيلم فيلم داروه في الوسم مهم نشره في اليوتيوب هذا الفيلم هذا يسميه هولدوب مهم أثار ضجة كبيرة في الانترنت وفي قنوات فضائية مختلفة لاسيما القنوات الفرنسية ونتحدث عن القضية هذه نتاع المرض نتاع عبد المجيد تبون وفي ظل هذه الشائعات في ظل تضارب هذه الأخبار اللي رأيها موجودة ونحاول نتحدث بموضوعية كما قال في الانسان اللي رأيه ينتظر مني على جل باش ننسب المغرب أو الانسان اللي رأيه ينتظر مني على جل باش نعطيه معلومات حصرية مثل هذوك الناس اللي رأيهم يصوروا في انفسهم وراهم موجودين في المقرة الرئاسة واحد رأيه في وزارة الدفاع واحد رأيه في البنتاجون واحد كذا الانسان اللي رأيه ينتظر في هذاك شيء غير يروح اختصر عليه الوقت وهو يروح اذن الاخوة والاخوات تحية لكم جميعا الاخوة اللي موجودين في الداخل اللي موجودين في الخارج الاخوة المغاربة اللي رأيهم يتبعو فينها سواء موجودين في المغرب او اللي رأيهم متواجدين في الخارج الموضوع هذا انتع السحر الغربية لا سيما من الشباب اللي ما عندهمش إلمام هكذا بالسياسة وما عندهمش يعني معرفة بهذا الموضوع نتحدث باختصار لا سيما هو انه شفت فيه بعض الاخوة سواء الجزائريين يسبو في المغاربة او مغاربة ويسبو في الجزائريين وكل واحد واحد متحالف مع النظام المغربي واحد متحالف مع النظام الجزائري واللغة تعالعقل للأسف الشديد غائبة واللغة تعالى الموضوعية أيضا نفس الشي غائبة وانا لما نتحدث على جل باش ننبه لبعض النقاط وبعض المسائل حتى باش الاخوة والاخوات يخذوها بعين الحسبان ويخذوها بعين الاعتبار لا سيما في ظل هذه الثورة اللي رأيها موجودة في الانترنت بكري ربما لما توقع حرب او ربما يوقع اشتيباك في ظل القناة الوحيدة او في ظل الرأي الواحد ربما تقدر الانظمة هذه تسيطر عليه يعني في الى حد ما لكن في ظل هذه الثورة في ظل هذا التريكاج في ظل التجسس في ظل اختراق انتع الاجهزة صعب هو انو الانسان يقدر يسيطر على الثورة اذا اندلعت وركم شفتو يقدر يسرى تريكاج انتع فيديو صغير يحدث بالبالا وتسيل فيه ديما وإلى غير ذلك بدون من ظل دخل في التفاصيل اذن الاخوة والاخوات فيما يتعلق بالصحراء الغربية اخوة المغاربة يقولوا الصحراء المغربية احنا نتحته بهذا المصطلح اللي الان راه وشيع وراه معثمت في الامم المتحدة هذا الموضوع انتع الصحراء الغربية الانسان اللي يعتقد ان الجزائر هي اللي انشأته او الانسان اللي يعتقد من ان البوليزاريو الجزائر هي اللي درتها هذا الانسان ما يعرف لا التاريخ ولا يعرف سياسة ولا يعرف تحولات هذه اللي راه موجودة ولا يعرف هذه المؤامرات اللي راه موجودة فيما يتعلق بالصحراء لابد هو أنه الإنسان يفهم باللي هذا الصراع رأيه مرتبط بالإسبان ولما انت حدث الإسبان يوموشي قال في 1882 والله في 1884 أو منذ قدوم الفرنسيين للمنطقة المغرب العربي اللي الآن نرهم كين بعض الإخوة اللي يقولك ما تقولوش المغرب العربي هذا الصراع مرتبط أساسا بالسقوط منتع الدولة تال أندلس الإسبان بعد ما استرجعوا البلاد انتاحهم وبعد ما طردوا المسلمين وبعد ما قاموا بمجازر مجازر مروعة صاروا يحتلوا في بعض البلدان وهم بينها المغرب والجزائر وما زال إلى تاريخ اليوم المغرب رأيه ما زالها عند هذه سبتة ومليلة هذه رأيه ما زال تحت النفوذ انتاع الإسبان بالتاني دورك هذا الإنسان اللي هو يتحدث عن القاضيان تعال الصحراء بدون ما يربطها بالإسبان هذا الإنسان ما رأى فهم لا التاريخ ولا فهم السياسة ولا فهم مش رأيه يجري دورك فيما بعد اتطورت الأمور خاصة بعد ما بدأت تخرج إسبانيا تحت الضربات تحت المقاومة قاتل محتفظة بعض الأجزاء وفيما بعد خلقت هذه المشكلة وهذه القضية نتاع الصحراء الغربية هي في البداية كانوا فيها تسمية هذه اللي رأى موجودة الآن والحدود هذه اللي رأى موجودة الآن سواء تعلق الأمر بالمغرب ولا بالجزائر أو تونس أو ليبيا أو موريطانيا هذه التسميات ما كانتش موجودة بالشكل اللي رأها موجود الآن والحدود نفس الشي ذرك الآن يقول لي الواحد ايه اوكي احنا ذكرنا الحاوسو على الحاضر صحيح ولكن الحاضر هذا ما تقدرش انته تفصله على الماضي ما تقدرش انته تفصل الحاضر على الماضي وما تقدرش انته تفصل المستقبل على الحاضر الأمور ملتبطة بعضها البعض بالتالي إذا كانت ما عرفش التاريخ ما تعرفش الحاضر وإذا ما عرفش الحاضر ما ركش رح تعرف المستقبل الآن الصحراء الغربية بالمفهوم الحالي الآن الميلف راه موجود عند الأموم المتحدة بمعنى الآن صارت فيها أطراف أجنبية وهذه الأطراف الأجنبية بطبيعة الحال هي عندها أطمع الجزائر فيما يتعلق بالبوليزاريو فيما يتعلق بالصحراء الغربية الجزائر لما راه يتعاون في هذه الإخوة الصحراويين ما راه يشتعاون فيهم أونكاشات راه تعاون فيهم عيني عينك وتعتبر من أنه هذا بند من البنود انتاعها هي راه تشوف من أنه هذا الناس اللي راه مهومها يطلبوا بالحرية انتاعهم الجزائر تدعمهم وما دعمتش غير البوليزاريو دعمت الدول في إفريقيا وحتى في أمريكا تدعم في هذه الدول اللي راه هي وفي هذه الشعوب اللي راه هي تسعى من أجل تحرر بالتالي الموقف انتاع الجزائر سواء تعلق الأمر بالناس الموالين للنظام أو الناس اللي هما معارضين للنظام يعني الأغلبية نقدر نقول لك بنسبة أكثر من 70% فيما يتعلق بالسياسة الخارجية اللي راه هي تقوم بها للدولة الجزائرية يعني الأغلبية خاصة لما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية متوافقين معها إلى شكل كبير لا شك هو أن المغرب الآن في هذه المدة الأخيرة تغيرت السياسة خاصة بعد ما توفى الحسن الثاني ربي يرحمه ونفس الشيء فيما يتعلق بالجزائر واستطاع الشاذلي والحسن الثاني في المرحلة الثمانينات هو أنه يقربوا الوجهات انتعى النظر وبدأوا هما ينشطوا من أجل على الجلبة هما يعني يساهموا في إنشاء هذا المغرب العربي وقطعوا أشواط ولكن للأسف الشديد في السنة التعى التسعين بعد ما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ وكانت في تلك المرحلة كانت فيه بدايات انتعى الحرب انتعى الخليج بدأت تتغير الاستراتيجية وبدأت تتغير الأوضاع وفي تلك المرحلة المغرب والبوليزاريو أعلنوا على جلبة شديرهم التوقيف انتعى القتال في نفس الوقت شعلت الفتنة في الجزائر فيها علامات استفهام وهذه كلفتنا ما زال إلى تاريخ اليوم ما زال احنا رأنا أنه الدفعوا في الثمان انتعى في نفس الوقت كانوا بعض الجماعات المسلحة متواجدين في المغرب وكانوا يعتبروها قاعدة خلفية ولعلكم مسمعتوا الحوار اللي أجريته معه عبد الحقل أيضا راهوا موجود في اليوتيوب وين أنه يتحدث صراحة وكان يقول من أنه راهوا كانت عندهم ذيلات وكانوا ينشطوا في المغرب ومن بين الأسلحة اللي كانوا هما يستعملوا فيها كما يسميهما العوزي ومن بين هذه الأسلحة قطل قصد مرباح وشخصيات كثيرة بالتالي فيه جهات في المغرب تورطت في الفتنة اللي كانت موجودة في الجزائر بالإضافة إلى المخدرات وأهل مجر ربما من بعض الإخوة هكذا اللي ربما يشوف من أنه المسألة هي تتعلق بالحدود أو تتعلق بالأطماع نحاول هو أنه نجاوب في هذا النقطة باش نمر للنقاط الأخرى لو كانت المسألة تتعلق بالحدود أعلاه الجزائر ما يكونش عندها مشكل مع وجدة مثلا قضية نتعى الحدود هذه قضية سياسية بين النظامين الجزائري والمغربي ولا دخلة للشعوب فيها مش منطقي هو أنه تكون مشاكل مع الصحراء الغربية وما تكونش مشكل معها مع الإخوة في وجدة وتعرفوا الإخوة في الوجدة كثير منهم أنا أتحدث منهم والله تقول جزائريين ونفس الشي فيما يتعلق بالإخوة المغاربة بل ما يتحدثوا مع ناس اللي رهم موجودين في مغنية وكذا يقول لك هذو رهم مغاربة وهذه المسألة للحدود ماش فقط قال مثلا قال لغرب الإخوان تع وجدة نفس الشي فيما يتعلق بتونس تشوف بعض الإخوة اللي موجودين رهم في الحدود في تبسة والله قراب هكذا الجهة القالة والله هذيك تقول أنت توانسة ونفس الشي فيما يتعلق بالإخوة توانسة تقول كأنهم جزائريين وهذا الأمر هو ليس خاص فقط بالجزائريين راهو تقريبا موجود في كل الدول المسألة هي لا تتعلق بالحدود والجزائريين ما ينسوش الفضل نتالي إخوة المغاربة طبعا أنا لا أتحدث عن الناس اللي هو ما عندهم خلفيات ونحاول هو أن أشير لهم فقط سواء جزائريين أو مغاربة كلمة العرب راهو تزعجهم قاعد نسمع عنها منذ أيام في واحد كلمة مصر العرب يقال كما زجدوش تقولوها نحيوها إذن الإخوة الجزائريين ما ينسوش الفضل نتالي الإخوة المغاربة لا سيما في الوقت نتعى الثورة نعترف من أن الإخوة المغاربة شاركونها نعترف من أن الإخوة المغاربة أواء الكثير من المجاهدين وكانت المغرب لا سيما في الحدود نتحا كانت قاعدة خلفية الجيش نتعى الحدود ما ننسوش الفضل نتعى الإخوة المغاربة اللي هما ساهم حتى في الثورة ولكن في نفس الوقت كانوا فيه ناس اللي هما قاموا بأخطاء سواء تعلق الأمر بالناس اللي هما في النظام المغربي أو ناس اللي هما يتعاملوا معه ما ننسوش أيضا القضية نتعى الطائرة هذيك اللي تم الاختطاف تاحها واللي تعلق المصير تاح البلاد في هذك الاختطاف لأنه كان يضم قادة من تاح الثورة وكان الأمر متعلق بالحكم يعني لأنهما لما قبضوا على القادة من تاح الثورة وقتلوا البعض منهم كانوا ينويوا على جلبش يفرضهم الأمر الواقع على جلبش هما يتحكموا في المسار تاح الثورة فإذن الإخوة والأخوات احنا معنا حتى إشكال مع الإخوة المغاربة احنا نشوف فيهم أشقاء كائن بعض الإخوة من الجزائر ومن المغرب اللي هما هما ما يخدمهم مش هذا الثقارب خاصة لما يسمعوا الكلمة تعالعرب ناس عندهم خلفيات تحرك فيهم عندهم عداء للعرب للغة العربية عندهم عداء للإسلام وهذه المشاكل اللي رأها موجودة في المغرب أو موجودة في الجزائر كي الناس اللي هما يرتزقوا منها سواء هذا الناس اللي هما في الأنظمة أو الناس اللي دعموا فيهم لكن احنا كشعوب احنا كمواطنين احنا نعتبر باللي الإخوة المغاربة خاوتنا أشقاء مكان حتى مشكلة معهم نختلف ربما في المفاهيم نختلف في القراءات نختلف في الأساليب لكن هناك ما يجمعون دين واحد العقيدة تعنا وحدة اللغة تعنا وحدة ثقافة تعنا تقريبا هي نفسها لما احنا رنا عايشين احنا مثلا عايشين في أوروبا رنا نشوف في الناس مختلفة في العقيدة مختلفة في اللغات مختلفة في الثقافة ومع ذلك والناس متعايشة مع بعض هالبعض كيف احنا اخوة ما متعايش مع بعض ما ودينا واحد ولغتنا واحدة وقبلتنا واحدة وصل الأمر حتى نشوف بعض الدعاات هكذا منهم اللي طالب على جل باش تكون حرب في الجزائر وفي الوقت هذا وين انه يعني عبد المجيد تبونا هكذا راه في المستشفى في هذا الوقت وين انه الجزائريين يعني في ذل هذا الحرك اللي راه كان قائم ما استدعون الحرب لصالح من لصالح من هذا التسلح لصالح من هذا النشر عن البغضاء وهذا الحسد لصالح من لما يتقاتلوا الجزائريين والمغاربة على واش يتقاتلوا الجزائر راه تقريبا قار راه واش دير رياب سحر الغربية عندها اكثر من زجملين متر مربع وعندها البيترول وعندها الغاز وعندها الذب وعندها ليكات سيزون واش دير هي بال بالصحراء رغم الان حتى لليوم كان اخوه مغاربة وما رام يطالبوا بالفتح الحدود لصالح من هذه المنادات بإشعال الحرب اللي صالح من يعني تحسبون انتم بلي هذه ذرك إشعال الحرب وقفاز او الله يو قادرين احنا نقولو كلام كبير ولكن ما نقولوش لانه احنا نسعى وفعلا على جالبا جنل قوحل لهذه القاضية نتعى السحر هذه السحر الغربية وانا شخصيا انا شخصيا في هذه المسألة انا مذبية لو كان هذه الدول الثلاث موريطانيا والمغرب والجزائر مذبية على جلباش هما من خلال الحوار هما اللي يلقوا الحلول بعيدا على المجلس الامن وبعيدا على الامم المتحدة لانه اذا كان ابقى هذا الامر هذا يجي النهار لانه هذا الامر هو راه يتفاقم هذا الناس اللي راه نظرك مثلا كانوا هما في الصحر الغربية كانوا يعدون مثلا بمئة الالف بعد سنوات يوليوا بالملايين واذا كان في وقت من الاوقات كان عندهم الكلاش والله كذلك الان راه عندهم الدبابة وعندهم السيروخ ونلحق الامور راه غير زايدة تتفاقم المشاكل راه غير زايدة لابد لها من حل في اطار اخوة وعلى جلب باش الناس من خلال الحوار هو انه يلقوا حل وإلا واحد ما راه راح يستفاد للجزائر ولا المغرب ولا مريطانيا ويبقى هذا المشكل هذا هو يمنع الوحدة المغاربية يقعد هو يعطل النهضة تقع هذه الشعوب ويقعد تقعد هذه السراعات بيع في السلح انتاحها سواء الروس ولا المريكان ولا فرنسا ولا هم ورام يخدموا ورام يبيعوا في السلح انتاحهم والجزائرين يشريوا والمغاربين يشريوا ويجيوا النهار اللي ويصنعوا في الاسلح انتاحهم لكن في ظل هذا الشحناء وفي ظل هذا البغضاء الاعداء الحقيقيين هم المستفيدين من هذا السراعات اللي رأها موجودة في المغرب لذلك انا انصح خاوتي الجزائريين والجزائريات على جلب اشتبعدوا من هذه المسألة اخويا كما قلوا راكين هذه الثارة صلى الله عليه وسلم الانسان قالك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خير او ليصمت اذا كان مكش قادر انت تدعي للخير يا اخويا سكت احكم لسانك لكن مكش قادر للموقع للموقع الاستراتيجي انتاحة مستهدفة في الثقافة انتاحة مستهدفة في الدين انتاحة مستهدفة في التاريخ انتاحة مستهدفة في الحاضر انتاعها وفي المستقبل انتاعها وفي إطار هذا انتاع ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير المغرب والجزائر مداخلين فيه ولعلكم راكم تشوفون من الذي يجري راكم كينين مغاربة يهود راهم موجودين في إسرائيل منهم اللي راهم موجود في أحزاب منهم اللي راهم موجود في منظمات منهم وهذه الناس راهم يشتغلوا راهم ينشطوا ما راهمش يلعبوا لذلك لازم كنت تأخذوا الأمور هذه بعين حسبا وش غال الإنسان هكذا قال بركة الشعال الغابة سهل بنتانتاع دخال والله شعال فيها عرف كما يقولون كيف ريت هكذا بسلمة بالعافية وهي لهبة لكن وش يطف فيها أي واحد غابي يقدر يشعال غابة عرف انتاع كبريت هو مشعالها لكن باش تطف فيها لازم لك جيش ولازم لك آلات ولازم لك صبر ولازم لك ذكاء ولازم لك دهاء ولازم لك حكمة ولازم لك عرق على جل باش انتاع تقدر تطفي الحارق هذا هاكم شفته شعلوا فتنة في التسعين ارانا الان في الفين وعشرين ما زال ما تفتش في الفين وعشرين ما زال ما تفتش آلاف انتاع القتلى تحوسوا انتوم تشعلوا حرب بين شعبين هذو راه منذركة ابناء وطن واحد وابناء ملا واحدة وشوفوا من الذي حدث ما بالكم انتم لو كانت تشعل ثورة في المنطقة شوفوا من الذي يحدث في ليبيا ألم تتعظوا شوفوا من الذي يحدث في اليمن ألم تتعظوا من هذه الحروب ما الذي جنيتموه من هذه الحروب سواء الاخوة في الجزائر أو في المغرب أو في موريطانيا أو في الصحراء ما الذي جنيتموه من هذه الحروب قولوا لي برك هذو الناس اللي رأى انظركم مكلفين بإشعال هذه النيران هذو الناس المرتزقة سواء كانوا جزائريين أو مغاربة هذو من يخافوش ربي ولا تهمهم الدماء ولا تهمهم الآهات انتع هذه الشعوب هذو الناس رأى ميرتزقوا لكن وين رأى الصوت انتع الحكمة وين رأى الصوت انتع العقل وين رأى من الدعاة وين رأى من الناس اللي يدعيوا للخير الأحسن لك هو أنك تنقذ روح خير من لا تروح تساهم انت في قتل أرواح ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا تنقذ روح كأنما أحييت الناس وين تروح انت تساهم في القتل والناس تتفخر بالكذب وبالتبلعيط تتفخر الناس بالموت وبالقتل وبالشحناء ومنهم من يزعم انه وطني سواء في الجزائر او في المغرب لذلك الاخوة والاخوات لازمكم تأخذوا هذه الأمور بعين حسبان